استقبلت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء أكدت وزيرة البيئة على التعاون الكامل مع القفاع السياحي والتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة وأضافت الوزيرة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميا حيث تعمل على جذب المزيد من السياح مما يزيد من فرص لاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصا للقطاع البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر